موسيقى انا حيافة في منتاز سعادة النهاردة ده تأليد جديد بيتطبع لأول مرة في دار أخبار اليوم وحياة الفضل الله سبحانه وتعالى ثم الأستاذ ياسر رزق قائد مسيرة هذا الدار أستاذ أحمد جلال مدير عام المؤسسة وأنا بكيت النهاردة لما شفت زميلة لينا جاية قاعدة على كرسي متحرك وعدد من الزملاء كانوا طلعوا معاش لكن احنا عملنا حاجة يعني بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنها تظل قائمة فيما بعد وده مش جديد على أخبار اليوم ده أخبار اليوم هي رائدة العمل الجميل دايما وحقيقة الناس رئيس مكسي دار مدير عام المؤسسة لم يتوانوا لحظة وعملنا شيء مشرف وجبنا ناس من وزارة التضامن الابتماعي حتى نضمن الحيادية والشفافية بالنسبة للزملاء اللي تم اختيارهم كان تقدم أكتر من خمسين زميلة للفوز بركب الأم المثالية صفناهم على خمساشر بعد الخمساشر صفناهم على عشرة واتخدت بمعايير دقيقة جدا وهي معايير وزارة التضامن الاجتماعي أنا مبسوط وأنا موجود في قصة زميلي أمهاتي لأن أنا تربيتي تيم وحاسس بمعنى الأمومة حاسس بمعنى الأم حاسس بأحساس مش قادر أقول لحظك إيه فعلا كل سنة وكل أم في أخبار يوم وكل أم في مصر طيبة كل سنة وكل جميعا طيبين شكرا أنا نهاردة مش عارف أقول إيه أنا مبسوط قوي أننا نهاردة كلنا ملموين في أخبار اليوم أخبار اليوم كانت بيتنا كلنا طول عمرها وكنا محتاجين لفترة دية فعلا أن إحنا نبقى إيد واحدة وموجودين نفرح وأن المرأة بقى لفترة كبيرة كتتغيبة عن اللجنة النقابية في أخبار اليوم عشان كده أستاذ عاديل وزملائي كان لهم دور جامد كبير جدا لدعمنا وطبعا بشكره وبشكر كل زملائي وبشكر أستاذ ياسر ريز إنه ساعدنا أن إحنا نرجع لفتاة الجميلة دي اللي كتبنا وبشكر كل الناس اللي ساعدتنا النهاردة إن فعلا حفلة يعني كل الناس تعبد فيها من أصغر واحد لأكبر واحد في أخبار اليوم ويا رب دايما كده سباين بالخير ممكن أكون صاحبة الفكرة بصفة ديمكرارات لجنة المرأة في الوقت الحالي لكن هي أكيد تقليد للكاتب الصحب الكبير مصطفى أمين صاحب الفكرة وستاذ ياسر طبعا كان ليه الفضل إنه هو يعيد الفكرة ديت لكن عايزة أقولك إنه كان كوني أم وإحساسي إن أنا أم ويبقى مبسوطة لما أولادي يفتكروني ده كان دفع كبير جدا نهاردة إنه نفرح كل الأمهات خصوصا نطلعهم عايش وفي عندنا أم هنا كمان ما خلفتش ومأنجبتش دي كانت لوحدها إحساس جميل جدا يعني إن شاء الله دايما أخبار اليوم سباها بالخير والله يبص إحنا كلاجنة نقابية اشتغلنا على إنه نحنا كل سنة إن شاء الله هيبقى فيه نفس الاحتفال ده بالأم المثالية السنة دي إن شاء الله بدأنا نعمل الاحتفال بالأم المثالية في قاعة أستاذ أحمد رجب وده احتفال إن شاء الله هيبقى سنوية هيبقى كل سنة نعمل الاحتفال ده إن شاء الله ويتم فيه تقديم هدايا وجواز للأمهات المثاليات السنة دي احنا اخترنا عشر أمهات المثاليات من كل القطاعات وإن شاء الله الحفلة تبقى مميزة وإن شاء الله هيبقى شيء كويس إن شاء الله بإذن الله